السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط نكمل حل أهم الأسئلة المرشحة لقواعد اللغة العربية وعندنا سؤالنا يقول استخرج أداة الشرط وبين معناها وفعل الشرط وجوابه يريد من عندك أداة الشرط ومعناها وفعل الشرط وجوابه هنا طلاب أنت تخطط الجدول أو يعني بهالطريقة هذه أداة الشرط معناها فعل الشرط وجوابه هي تجيك نقطة وحدة يعني مو أكثر من نقطة قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبا منها طلاب هنا أداة الشرط من اللي تدل للعاقل ومعناها للعاقل قلنا فعل الشرط من يشفع إذن إذا من أداة الشرط من فعل الشرط يشفع شي صير بي يكن له إذن الشرط من يشفع شي صير بي يكن له نصيبا منها وعندنا الثانية قال تعالى وإيكم منكم ألفا يغلبوا ألفين إذن أداة الشرط من أن وهنا الأن طلاب هذه حرف يعني ما لها معنى ليس لها معنى سوى الشرط وإن يكن فعل الشرط يغلبه وجواب الشرط قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما أداة الشرط تكونوا فعل الشرط وجواب الشرط يدرككم قال الإمام علي عليه السلام من اشتد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها إذن طلاب من أداة الشرط اشتد هو فعل الشرط وهلك هو جواب الشرط من أداة الشرط وشاور هو فعل الشرط وجواب الشرط شاركها طلاب العزاء من هي للعاقل من للعاقل وهذا الحل طلاب هنا موجود عندكم أنا كذلك راح أبفع الورقة بقناتي على التليجرام رابطها موجود أسفل وصل فيديو حتى أنه الطالب يقدر يستنسخها لأسئلة مهمة وزارية قال تعالى من يهن يسهل الهوان عليه ما الجرح وبمية إيلامه من أداة الشرط للعاقل يهن يفعل الشرط وجواب الشرط يسهل قال الشاعر أيان نؤمنك تأمن غيرنا هنا أيان أيان طلاب هنا عندنا للزمان ونؤمنك هو فعل الشرط وجواب الشرط تأمن أي مال تدخره ينفعك هنا طلاب تركز لي على أي تركز لي تركيز مباشر على أي اللي هي هنا جاية لغير العاقل ليش المال غير عاقل حسب ما تضاف إليه إذن أي لغير العاقل ومال هو هنا تدخره أي مال تدخره عفوا أي مال تدخره شي صير بي ينفعكم هنا لأن جاء وراءها اسم نشوفوا الفعل لهذا الفعل هو فعل الشرط ليس المال هذا اسم متى للزمان متى كذلك للزمان تدعو الله هو فعل الشرط تجده هو جواب الشرط إذن طلاب هذه الأسئلة الوزارية المهمة على موضوع أداة الشرط أو استخرج أداة الشرط عندنا أسئلة وزارية أخرى رح نأخذها بالفيديو الجاي حتى الفيديو ليس صور طويل وممل أتمنى لكم كل التوفيق قناتي على التليجرام رابطها موجود أسفل أصل الفيديو مع السلامة